النعاس اللي مقدمة النوم في فرق بين ان انا عايز انام وان انا عندي نعاس النعاس معناه هيهجم عليك النوم اللي يغلبك كويس؟ يعني هتبتدي ايه تتلعسن في القراءة درجة ممكن بدا ما تقول لا اعبدوا ما تعبدون يقولك اعبدوا ما تعبدون بل يقول يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون يروح ايه اعبدوا ما تعبدون يغير المعنى بدلا ما يقول مثلا ان الابرارة لا فيه نعيم يقول ان الابرارة لا فيه جحيم ليه بقى هيبتدي تختلط المعانى معايا ده عند النعاس لكن ممكن تبقى عايز تنام لكن منتبه يعني كتير الواحد بقى بس عايز ينام لكن عنده شغل يعني يغصب على نفسه شوية ويكمل شغله وهو كان عايز ينام بتحصل لكن عايز نام غير النعاس النعاس دي حاجة تانية بقى النعاس ده اللي هي ايه اللي هي ما قبل هجمة النوم اللي يخليك تفقد ايه السماع للكلام اللي حواليك ويخلي جفونك تئيلة هتقفل لوحدة كويس الحالة بتاعت النعاس دي بقى لو هجمت عليك وانت في الصلاة لها احكام لو كانت صلاة فريضة ووقتها ضيق يعني لو نمت هيضيع وقتها فاهم يعني انا حصلي مثلا مغرب وجاي من شغلي وتعبان ومرهق وبعنين قبل ما يدن المغرب قول تاكل والاكل كمان بيزود النعاس فجاي انا تعبان وواكل والمغرب والمغرب وقته ضيق وهجم علي النعاس ووقتها ضيق في الحالة دي اغالب نفسي واصلي الفريضة باقل قدر ممكن من القراءة حتى لا اضيع علي كويس بحيث ما يبقاش عندي مدة ان انا اغالب فيها النعاس لضرورة الفريضة ولضيق الوقت لضرورة ايه الفريضة ولضيق الوقت لكن ما انشقش تطوع وانا داخل علي النعاس فهمت بقى يبقى لما يغلب علي النعاس لو كانت فريضة وضيقت الوقت وصليها بقدر الضرورة القراءة الضرورية اللي الفتحة صورة قصيرة تسبحات تلاتة في كل ايه في الركوع وفي السجود يا ما طولش عشان ايه الحق نفسي قبل ما النعاس يوصل لدرجة ان انا اتلعصا في القراءة وفي نفس الوقت بنقذ الوقت الفريضة وبعد كده اقوم انام اللي عيشها وقتها ممدود لحد تلت الليل نص الليل وكمان تفضل اداء لحد قبل ادان الفجر بلا حظات وبالتالي في الحالة دي اعمل فريضة اذا دق وقتها بالرغم موجود انه عايز لكن لو لو عندي نافلة انا بعمل صلاة تطوع بصلي بالليل والنعاس غلبني انام وبعمل مثلا سنة واخد بالك يبقى في مطلق تطوع وفي سنة والنعاس غلبني في الحالة دي انام لان ما فيش ضرورة اننا اغالب ايه النعاس لان النعاس ده حكم قهري في الانسان والنوم ايه قاهر للانسان يقولك النوم غالب واخد بالك وبالتالي ناخد بالنا في احكام النعاس دي لانها مهمة وبتقابلنا كتير فانت بتمتنع عن الصلاة لو غلبك النعاس وتنام لو كان ايه الوقت متسع وفي غير فريض كويس لكن في الفريضة والوقت ضيق يبقى في الحالة دي اصلي الفريضة باقل قراءة ممكنة مجزئة المجزئ في القراءة ايه الفتحة لازم في كل ركا وبعدين اجيب مثلا صورة قصيرة قل هو الله احد انه اعطينك الكوثر واصلي وخلص ونم مكان اقعد ونم مكان ما بصلي لان النعاس خلاص مش قادر ان انا حتى اقوم لانك انت لما تركض مكان صلاتك ربنا يباهي بيك ملائكتك تصور بقى شوف عبدي من حرسه على عبادتي بالرغم النعاس وهو قاهر عليه الا انه نام في مكان صلاتي لياخذ قصة من الراحل يقوم يعاود عبادتي فربنا سبحانه وتعالى يباهي بك فيم تبقى المسألة فحنشوف هنا ايه قضية النعاس دي لانها بتحصل كتير بالذات للناس اللي بيكون ايه شغلهم في مجهود كبير واحيانا بيكون فيه شغلهم في سهر يعني يستدعي انه هو يمر عليه مثلا اتناشر ساعة شغل متواصل واليوم اللي قبله ما كانش ينام كويس والحكاية دي كلنا بنتعرضين يقول في حديث النعاس في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه يعني يجي لما يقول ايه يتيجي مثلا ان اصحاب الجنة والله اللهم لا تجعلني منهم من كتر ما هو ايه الامور مختلطة ماه هو كان فاهي انه بيكلم على اصحاب الجنة فاخد بالك ودي معنى يسب نفسه يعني يدر نفسه يعني يقول ذكر لا يليق فنشوف هنا سيدي أبي جامرة كيف قسم الوجوه من هذا الحديث فبيقول هذا ظاهر الحديث يدل على النهي عن الصلاة وهو نائم والكلام عليه من وجوه هنا خلها نائم لأن النعاس مقدمة النوم